اشتركوا في القناة ما زال او استقر بمعنى اخر بالقوس هو رح يكون اليوم في منزلة الشولة وهي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتصليح ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 2 و43 دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا لا ينتقل بعدها الى منزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالقوس ويستقر وخصوصا انه رح يستقر تماما الساعة 7 و31 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج اللي هو من مساء هذا اليوم اللي هو يوم الاثنين رح نشعر بابتهاج ونجد الناس اكثر مرحا وننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا الى عالم الفلسفة والدراسة الدينية ومن ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة ووسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان ما طبعا اليوم القمر ما رح يشكل الزوايا ولكن عنا حدث واحد والحدث المهم اللي هو انتقال الشمس من العذراء للميزان فعشان هيك بدأ الابتداء من اليوم اللي هي ساعة 31 دقيقة بعد الظهر اللي هي اول درجات برج الميزان فعشان هيك منقول له موليد كل برج الميزان كل عام وانتوا بكل الخير انتوا احبابكو فترة كانت ضاغطة عليكم ولكن الان بدأتوا بمرحلة جديدة وخصوصا ان الشمس الان بدأت انتقل زي ما حكينا في ساعات الظهر ورح يتظل موجودة عندكم لغاية اللي هو ليلة 2210 على 2310 يعني عند قرابة منتصف ليل 2210 على 23 خلال هاي الفترة المذكورة بيدخل موليد الابراج الهوائية فترة افضل من سابقتها لسيما صحيا مثل الميزان الجوزاء الدلو ومعهم الابراج النارية مثل الاسد والقوس واضعفهم بكون الحمل لانهم هم اقل المستفيدين بما انه رح يكون الشمس مقابلهم تماما فشوي طاقتهم بتكون ضعيفة اما اكثر المتضررين من وجود الشمس في الميزان وهم موليد العقرب ومن ثم الثور وزي ما حكينا موليد برج الحمل شوي بدهم ينتبهوا لغذائهم وراحتهم اما بالنسبة لأبرز المجالات اللي رح يتأثر على جميع الابراج او الشهر هذا كله عايش رح يركز على جميع الابراج اثناء وجود الشمس في الميزان الحمل طبعا بيعززوا الشراكاتهم المالية والعاطفية في منهم ممكن يدخلوا في مرحلة ارتباط او ارتباط او زواج ولكن بدهم ينتبهوا لصحتهم لانه ممكن بسبب انخفاض الطاقة يشعروا بالوهن او بالتعب او بعدم الرغبة بانجاز كثير يعني الطاقة بتكون ضعيفة وبكونوا عرضة للتعب او للامراض اما بالنسبة للثور بيتراكم العمل عندهم بدهم ينتبهوا لصحتهم اكثر لانه صار في بيتهم السادس بيت الصحة والعمل الجوزاء بيشعروا بقوة الحظ العاطفي والمالي لانه صار في بيتهم الخامس فهاي الفترة بتبشر بعلاقات عاطفية برضو الحضوض اللي بتدعمهم بالفترة هاي وبتبشر برضو في نسبة كبيرة منهم للارتباط او الزواج او تغيير مجال من مجالات فكرهم العاطفي او تعزيز العلاقة مع الاخوة او مع الابنة او مع الوالدين بالنسبة للسرطان بيستفيدوا في مجال السكن والعقارات والارتباط العائلي يعني كل شيء بيتعلق في البيت عندهم استفادة فيه بالفترة هاي وممكن افراح او امور الها علاقة بالحمل او الها علاقة حتى بالمناسبات اللي ممكن تدخل الفرحة على البيت وبرضو في امور مهمة بدهم يهتموا فيها الها علاقة بالعائلة او بالبيت او بالعقارات او بسكن اما بالنسبة للاسد بينشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات السفر القصير التنقلات او سفرة ورجعة يعني مش اشي العلاقة بالهجرة اللي هي التنقلات السريعة احنا منسميها وبيستفيد طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية في دراستهم بحققوا نتائج جيد وممتازة سرعة الفكر بتكون عندهم ممتازة في منهم ممكن انه يهتم بمواضيع العلاقة بالسيارات على تصليح شراء استبدال او ايش العلاقة بالاجهزة الالكترونية والتليفونات مثلا اما بالنسبة للعذراء بتتاح الفرصة الهم على مكاسب مالية اغلبها بتيجي من عمل اضافي او تكريمات او هدايا او مستردات مالية بتكون لالهم الميزان بيبدأ فترة افضل من سابقتها صحيا ونفسيا ولكن مش انه فجأة مجرد ما دخلت موليد كل الميزان وده تتحسن الاوضاع عندهم بشكل مفاجئ هي رح تبدأ بشكل متصاعد تدريجي كل ما ايجا عيد ميلاد واحد يعني مع وجود القمر في بيت حليف لالو بتبدأ فترته هي دخولها على الدرجة يعني يوم عيد ميلادك هي بداية سنتك الفلكية فعشان هيك من لحظة دخولها او لحظة يوم عيد ميلادك نحسب انه بلشت انت بالمرحلة الايجابية بتتحسن بقوتها لما القمر يصير فيه برج حليف لالك اللي هو هو هوائي او ناري اما بالنسبة للعقرب على عقل اسم وليد برج الميزان في الفترة هاي بدخلوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا لانه القمر صار موجود في بيت المتاعب عندهم فهاي بتحمل اشياء لها علاقة بالتعطيل او اشياء بتصير يعني زي غربلة السنة او الاحداث او الاشخاص فممكن ان كثير من الامور تتعطل او مشاكل تصير خلال الفترة هاي او اشخاص يوعدوك بشيء وما يوفو امور تكون معتمدة عليها انها بدها تصير تتأجل او تتأخر يعني بدك تحسب ان الشهر هذا شهر امتحان صعب شوي بتطلب منك الحكمة والصبر وعدم المبادرة باشياء مهمة دراسة الامور بشكل جيد وبرضو انك تعرف انك انت الحلقة الاضعف خلال هذا الشهر اما بالنسبة للقوس بينشطوا اجتماعيا بشكل كبير ما بينهم بين معارف اصدقاء علاقات هم يعززوا علاقاتهم وبيستفيدوا من خلال الوضع الاجتماعي اما بالنسبة للجدي هنا جاي في مركز بيت السم على الهم فعشان هيك بتدعم مركزهم الاجتماعي وبتقدروا تدفعوا بمصالحكم في مجال العمل او عمل جديد او اهتمام بمرحلة جديدة الاهم انه هذا بيت السمعة حاول قدر الامكان ضبط الاعصاب عشان ما تشوه سمعتك من اي تصرف ممكن يوصلك لشيء له علاقة يعني بتشويه السمعة او اشيء له علاقة بالمجتمع حاول انك تستفيد انك تعزز من سمعتك خصوصا بمجال العمل او بالمجال الاجتماعي اما بالنسبة للدلو فبينشطوا في امور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الاكاديميون في دراستهم وخصوصا الدراسة الجامعية وفي منكم رح ينجز بعض الامور اللي لها علاقة بالقضايا او الاوراق القانونية ورح تكون لصالحهم وبرضو حلفاء او تعامل او علاقة مع اجانب او اشخاص من خارج البلاد بتكون قوية لالكم حجتكم وقدرتكم على الاقناع بتكون عالية جدا حتى على المستوى العاطفي بيكون في امور ممتازة وهي بتتركز على الدراسة والسفر والهجرة والاوراق القانونية والمعاملات بشكل اكبر اما بالنسبة للحوت هنا بتتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة او تعويض او تركة او حكم قضائي لوضع مالي معين يعني ممكن نفقة تكون او ضريبة او تأمين او مستردات مالية او حقوق لا اليك بتستردها او بيجي حكم لصالحك فيها يعني كلها بتعتمد على اموال الغير اكثر اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالقوس معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 23 تسعة رح يبدأ في تمام الساعة خمسة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة داعش وخمسة عشر دقيقة مساء لا ينتقل بعدها لبرج الجدي اما بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال بلش يوصل يعني يذهب لا اتجاه الربع الاول ولكن هو بقوته خمس ايام اه في تمام الساعة ثمانية وخمسين دقيقة صباحا بصير ست ايام نسبة الاضاءة بتكون خمسة وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس حكينا انها في العدراء ورح تنتقل للميزان فهي رح تظل منتصف ليل اه 22 على 23 فعشان هيك منقول ليوم 22 10 مزاجها سعيد القمر في القوس حتى 23 9 رغم انه ما فيه زوايا الا انه مزاجه سعيد اليوم عطارد في الميزان حتى يوم 27 9 المزاج منتحس بنسبة 50 ل 55 في المية الزهرة في الاسد حتى يوم 12 اليوم المزاج سعيد بنسبة 14 في المية المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13 11 مزاجه منتحس بنسبة 40 في المية طبعا المريخ بلش يرجع يشكل زوايا التربيع اثناء التراجع مع بلوتو وزحل وهي بتهدد الأوضاع السياسية وأحداث عنف وإشي العلاقة بالحرائق أو التفجيرات أو الإغتيالات أو تصعيد وضع يعني عسكري المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 المزاج سعيد بنسبة 15% زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس يعني بنسبة 12% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 نسبة الانتحاس تبعته مش قوية كثير عشان هيك منقول ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 المزاج منتحس بنسبة 15% تقريبا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما انه القمر صار موجود في البيت التاسع فمعناته هاي فترة مميزة جدا وقوية ومليئة بالحضود لا لك فصحيح انه المريخ موجود بيتراجع وبأثر على موليد العشرية اخر الثاني والثالث ولكن اجمالا اليوم رح يحسوا في نوع من انواع التحسن في طاقة كبيرة موجودة عندهم رغبة بانجاز كثير من الامور بس اهم اشي انه العصبية يحكم عصبيتهم يحكم مزاجهم من التقلبات والحدية وفرض الرأي اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء من اورانوس اليوم تفتح مجالات لها علاقة بالمكاسب المالية او تطور وضع مالي او ارباح من وضع مالي معين الاجواء ايجابية برضو بتدعمك بقوة اهم اشي انك دير بالك من المفاجآت اللي ممكن تحدث على الوضع المالي زي مصاريف او التزامات او دفعات فما تخليها تسبب لك الارباك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات رغبة بالتنقلات رغبة حتى بامور التواصل عندك قوة عالية جدا عندك قدرة على الاقناع في منك رح ينشط بتنقلات او حوارات او امور الها علاقة بالسيارة او الاخوة تظهر بعض المسائل العائلية او البيتية اللي تسبب انشغال اليك او ارباك او ممكن تهتم فيها زي تصلحات ترميمات او مشتريات او شؤون عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية مميزة خلال هذا اليوم وهي بتدعم من امور الها علاقة بالوضع العاطفي عندك فممكن تنشط بامور عاطفية او لقاء عاطفي او تعزيز علاقة عاطفية بشكل اكبر مع الاحباء خلال هذا النهار حاول تستغلها للتقارب او المصالحة او تحسين وضع عاطفي ما بينك وبين الحبيب حاول اذا كان فيه نوع من انواع الخلافات اليوم تبادر في مصالحة الاجواء جيدة وحاول انك تكرر المحاولة اكثر من مرة اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الاجواء اليوم جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالشؤون الصحية يعني رقابة صحية او مراجعة الطبيب او الاهتمام بشأن صحي بتعلق فيه او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة رغم انه ممكن تظهر بعض المصاريف اللي الها علاقة اما بالبيت او بأحد افراد العائلة او مشتريات او امور صحية يعني هي هونا اللي بتستنزفك بالوضع المالي اكثر يعني حاول انك تراقب وضعك المالي بدون مصاريف الزيادة بدون تبذير بدون مبالغات يعني حاول انك ما تغامر في وضع مالي بدون دراسته وانتبه من النصابين والمحتالين اما بالنسبة للبيت التاسع فبتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم ممكن تذهب في رحلة او تروج لعمل او تحصل على معلومات ما بتتوقعها بيكون عندك نوع من انواع النجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة هنا منقولك دير بالك ما تشوه سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تدخل باشياء مشبوهة حاول ما تعصب ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل حاول انك تداوم بوقتك ما تتغيب وما تتأخر يعني الاجواء فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى السمعة وعلى مستوى عمل جديد ولكن بدون مشاكل اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء بتدعمك على مستوى العلاقات الاجتماعية وعلاقتك مع الاصدقاء اليوم رح تنشط بشكل كبير بتعزيز علاقات او تواصل او تلاقي مع بعض الاصدقاء او الاهتمام بموضوع بتعلق باحد الاصدقاء ممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء معين او اهتمام بوضع صديق معين ممكن يبادر احد الاصدقاء هو لمساعدتك او لأمور اللي ها علاقة ميواسطة او مثلا انجاز بعض الاعمال بشكل مشترك اما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منيجي على بيت المتاعب اللي موجود نبتن فطبعا الاوهام والاحلام والمخاوف اللي بتيجي بطريقة يعني غير متوقع عند البعض من موليد برج الحمل يديروا بالهم الوساوس هاي ما الها اي حقيقة يعني اهم اشي انو ينتبهوا لعملهم انجزوا الاعمال الضرورية والمهمة ما تخلوها تتراكم برضو اهتموا بالوضع الصحي لانه القلق والخوف بالفترة القادمة رح يكون على الوضع الصحي فعشان هيك الاوهام والوساوس رح تكون كثيرة والقلق رح يكون كثير وممكن توصلوا لمرحلة انو يعني ما تتحملوا من كثرة الضغط النفسي كثرة الوساوس هي وصرت توهم وامراض ما الها اي وجود اذا شعرتوا بشيء غير اعتياد راجعوا الطبيب يعني وخذوا الاجراءات اللازمة حاول انك ما تخربط في ادويتك خذ ادويتك بوقتها واهتم بعملك وبرضو بعلاقاتك مع الاشخاص اللي حواليك ممكن الفترة هيتحمل نوع من انواع القلق على صحة احد الاحبة برج برج الثور الوضع الوضع جيد اليوم نفسية احسن ممكن اليوم تبادر في بعض المسائل المالية والاجواء راح تساعدك في كثير من الامور المالية اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الاجواء بتدعمك على مستوى الامور المالية زي ما حكينا فممكن يكون لك اهتمامات اما بعمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم وفي قسم منك راح يحصل على هدية او مكافأة او تكريم او اشي يعني يكون ملفت للنظر هيك يدخل الفرحة على قلبه ممكن حتى لو حبت حلو بس المهم انه يعني تيجي بوقت انت مثلا مش متوقع اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا تعمل نوع من انواع الايجابية خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن ضبط الاعصاب والتركيز هو المطلوب اكثر ممكن تنشغل ببعض المسائل اللي الها علاقة بالاخوة او الجيران او السيارات مثلا او امور الها علاقة بالاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء من الزهرة بتدعم علاقتك على مستوى البيت وبتقارب ما بينك وبين افراد العائلة فممكن يبادر احد افراد العائلة في مساعدتك في مسألة ما او في امر ما الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة اهم اشي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وتستغل للوضع اللي يكون لصالحك قارب ما بينك وبين افراد العائلة واهتم بالمسائل العائلية خلال هذا النهار حتى لو كان فيها شيء مربك اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي انهاروتينية يعني ما فيه اي شيء لا ايجابي ولا سلبي بتتعاملوا عاطفيا على حسب طبيعتكم ممكن يكون لكم بعض الاهتمام ببعض الاحبة او لقاء او تواصل ولكن ديروا بالكم من تقلب المزاج والعصبية في بعض الاوقات اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا الاجواء رح تبدأ مرحلة جديدة وخصوصا مع وصول الشمس لبيتك السادس اللي رح يركز على امور الها علاقة بالعمل او عمل جديد او بعض الحلول على مستوى العمل ممكن تظهر بعض المشاكل او الخلافات او الامور الصعبة ولكن الاهم تنتبه للوضع الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تصير بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي فيها بعض الايجابية على مستوى امور الها علاقة بالشراكة فممكن اليوم تعزز من علاقتك بالزوج او بشريك المال ممكن يصير اتفاق على مسألة ما او تحاور على مسألة ما ولكن اهم اشي بدون خلافات بدون نقاشات حادة وبدون انزعاج ممكن تشعر باهمال الزوج في بعض الاوقات فما تخلي هاي الامور تسيطر على العامل النفسي عندك او تثيرك لاحداث بعض المشاكل اما بالنسبة للبيت الثامن طبعا اليوم بتعيد تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتهتخفف ومن النفقات المتصاعدة سارع في تهديئة الاجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على اراء الغير ممكن تتلقى مساعدة او تعاطف عليك التحلي بالليوني والتفكير الموضوعي اما بالنسبة البيت التاسع فالاجواء على مستوى الاتصالات والمواصلات مش قوية كثير ممكن ترغب ببعض الاتصالات او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن يصلك خبر شوي يكون مزعج او اشي بتعلق يعني اما باشخاص مقيمين خارج البلاد او مسائل الها علاقة بالامتحانات الجامعية او الدراسة اللي هي بتيجي ما بعد الثانوية العامة اللي هي الدراسات العليا اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا الاجواء هنا بتركز على بيت السمعة فعشان يكبر نقول لك دير بالك يعني الاجواء بتساعدك لعمل جديد او تواصل مع زملائك رؤسائك بالعمل ممكن تلفت انتباه الاشخاص المسؤولين عنك خلال هذا اليوم او تسمع كلام اطراء او تنجز شيء يلفت الانتباه في منكم ممكن يقدم على عمل والفترة هيتكون مناسب لعمل جديد اهم ايش انك ما تشوه سمعتك بتسرعك او بعصبيتك او بحدية المزاج وتقلبه اما بالنسبة لبيتك 11 فطبعا هنا بدك تركز على مسائل لها علاقة بالاصدقاء فممكن اليوم يحملك بعض المفاجآت اللي لها علاقة بدعوة او بحضور مناسبة او باكتشاف مسألة من شخص بتآمر عليك او بحتال عليك او ممكن بيستغيب فيك او بكشف في سرك فعشان هيك بدك تكون حذر باثناء تعاملك مع بعض الاشخاص يعني الفترة هاي شوي ممكن يكون فيها بعض الامور المزعجة او الحادة بالنسبة للك حاول ضبط الاعصاب قدر الامكان حاول تستفيد من المناسبات الاجتماعية او اللقاءات او الاصدقاء اللي ممكن يدعموك في مسألة معينة خلال هذا النهار وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي او مناسب او تسعد بلقاء بعض الاصدقاء اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا هنا منرجع للمريخ اللي بيحط لك اعداء بالخفاء متآمرين او اشخاص ممكن يسيئولك او يحاولوا يجرحوك يعني بطريقة التحايل او التآمر انتبه وما تدخل عماكن مجهولة وما تأمن لاشخاص غرباء حاول انك انت برضو ما يعني ما تأمن شر اي بني ادم بالفترة هاي انتبه لحالك انتبه لصحتك انتبه لعملك هدول اهم النقاط اللي لازم تنتبه لها بالفترة اللي احنا فيها برج الجوزاء طبعا بما انه القمر الان مقابلك تماما وهاي من الفترات اللي بتكون ضاغطة عليك بشكل كبير فعشان هيك بدك تهتم اليوم بامورك النفسية والصحية ممكن تشعر انو طاقتك ضعيفة او نوع من انواع الاحباط او ممكن انو ما عندك رغبة لانجاز كثير من الامور ممكن تهتم لامور الها علاقة بالشراكة او عمل او اهتمام على المستوى الصحي في بعض المسائل او اهتمام بصحة احد الاحبة شوي الاجواء يعني دائما لما بكون القمر مقابل هيك بسحب من طاقة الشخص بحاجة انو يشحن حاله وضع مالي معين او تقلق من تطور وضع مالي معين او تستاء من وضع مالي معين الاجواء مش كثير على الوضع المالي في منك ورح يحصل مكاسب صحيح من عمل اضافية او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم ولكن قسم عليه التزامات او عليه دفعات او في ضغوطات مالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تدعم بقوة اليوم باتجاه الحركة والنشاط والاتصالات والتواصل سرعة البديهة عندك عالية وقدرتك على الاقناع عالية حتى اللي عنده امتحان او عنده مقابل اليوم رح يبدع رح ينجز انجازات ما كان سهل انه ينجزها بالفترة الماضية عشان هيك يستغل الفترة هاي في كل الامور اللي ذكرناها وامور الها علاقة كمان بالاتصالات والمواصلات والتنقل والسفر القصير حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات ممتازة وعلى مستوى العلاقة مع الاخ والجيران برضو فيها نوع من انواع الايجابية اما بالنسبة للبيت الرابع فهنا بتعزز نقاط الها علاقة بالبيت ممكن يظهر بعض المسائل او التوتر او القلق من مسألة بيتية او عائلية او مشتريات او تراكم بعض الامور اشحن حالك بطاقة ايجابية قدر الامكان خلي فيه نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة وما تسمح للوهم او الانزعاج او سوء التفاهم انه يسيطر عليك بشكل كبير يعني فيه نوع من انواع الدعم وممكن يبادر احد افراد العائلة لمساعدتك في مسألة ما اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء بذي ما حكينا عطارد موجود بيتراجع الشمس انتقلت للبيت الخامس صحيح يعني بتدعم امور الها علاقة بالعاطفة او الحض وخصوصا لاول موليد الجوزاء ولكن انه شوي عطارد بتراجعه عطارد بزوايا عفوا بيسبب نوع من انواع الضغط او التقلب المزاج او الانزعاج من بعض المسائل العاطفية او الاشخاص اللي ممكن يسببوا بولك نوع من انواع الارباك العاطفي اما بعلاقة عاطفية او مع الحبيب او سوء تفاهم او ممكن يعني حدية بالطباع اثناء التعامل مع الاحبة بتحس انه الحظ لسه يعني شوي ما فرض طاقته بالكامل عليك يخلي الشمس لحده ما تستقر بشكل اقوى بتصير الحضوض اقوى واحسن اما بالنسبة الى البيت السادس فالاجواء هنا بتركز على امور الها علاقة بالعمل ممكن يتراكم عندك عمل ما او تهتم بمسائل الها علاقة بالعمل او علاقتك مع اشخاص ممكن يبادروا بمساعدتك في مكان العمل او تتعلم شي جديد اما بالنسبة للوضع الصحي فهو شوي بده نوع من انواع الاهتمام ما تهمل وضعك الصحي وحاول انك تأخذ قصد كافي من الراحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء طبعا القمر موجود هنا فطبعا تعزيز الشراكة مطلوب واهم شي انك تنتبه من بعض الامور اللي ممكن انها تسبب لك نوع من انواع التوترات والقلق او ردات الفعل السلبية لانه شوي وهي الفترة يعني ممتازة لتعزيز الشراكة وتحسين الاجواء ما بينك وبين الشريك اي الزوج او الزوجة او شريك المال فحاول تستغلها بشكل ايجابي عشان تدعم وضعك واللي يكون لصالحك اكثر بالفترة ابعد عن اي تقلبات بتيجي على مستوى سلبية والضغط الفترة هاي زي ما حكينا بدها نوع من انواع الصبر والمرونة وممكن تتعرض لبعض المضايقات او الخلافات اما بالنسبة للبيت الثامن فاليوم رح يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى الاموال المشتركة اما ممور الى حلاقة بسداد بعض الديون او الالتزامات او اشياء الها علاقة بتوتر وضع مالي معين ممكن ظهور ملف او مطالبات او استحقاقات او بترتب وضع لعمل جديد وعقد جديد او تعامل واتفاقية حاول انك تركز بشكل جيد ما تبادر على اي عمل بدون تركيز بدون دراسته بدون استشارة اهل الاختصاص في هذا الموضوع وما تسمح لاحد انه يشكك فيك او يشكك بوضعك المالي او بامانتك او بثقتك او بكفاءتك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء يعني ممكن تعطيك بعض الاتصالات الخارجية او تنشط باتصالاتك مع بعض الاشخاص خارج البلاد ممكن تهتم ببعض الاشخاص او اتصالات او مواصلات او تحوارات او تواصل ممكن تقلق على احد الاشخاص خارج البلاد او تنشغل بملف الو علاقة بشخص خارج البلاد ممكن تتلقى اتصال أو معلومة أو خبر يا بكون جيد يا بكون سلبي على حسب طبيعة وضعك يعني متقلب رح يكون إيجابي أو سلبي أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة فممكن تدافع عن سمعتك اليوم أو تعزز إشيء علاقة بعمل جديد أو بحث عن مسائل إلها علاقة بالعمل الجديد أو تقديم طلبات وممكن الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسمعة أو زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء طبعا من المريخ الشوي بتسبب لك بعض التوترات أثناء تعاملك مع الأصدقاء أو تعاملك مع المعارف ممكن أشخاص تظهر لك صورة الصديق الوفي المخلص ولكن في الحقيقة ممكن بيكيدوا لك أو بتأمروا عليك أو بيستدرجوك لأمر أو بدهم يتلاعبوا في مزاجك يعني يشككوا فيك أو يوقعوك فريس إلى خطأ ما بدك تكون حذر وبرضو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتجد تحالف من بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا أورانوس اللي بيحدث المفاجآت المفاجآتها يبتيجي على مستوى العمل يبتيجي على مستوى الصحة يبتيجي على مستوى إنجاز بعض الأمور المهمة فعشان يبدك تنتبه على عملك وتنتبه على صحتك وحاول تنجز أعمالك بوقتها بشكل كامل بدون ما تخلف فيها يعني الإهتمامات بدا تكون جادة برج السرطان طبعا اليوم القمر صار موجود عندكم بالبيت السادس فهو شوي رح يخليكوا تهتموا بأمور إلها علاقة بالعمل أو تهتموا ببعض الأمور الصحية أكثر النفسية تقريبا نقدر نحيي منه شيئا ما مستقرة يعني ما فيها الضغط لكثير إلا إذا سيطرت عليك بعض الأوهام والأفكار والتقلب بالمزاج ممكن يسبب لك نوع من أنواع الحدية بالطبع أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم تفتح فرص على مستوى الأمور المالية أو تحسين وضع مالي أو تحصيل على مكاسب مالية عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم الأهم أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا فيها نوع من أنواع التوتر أو التقلب بالمزاج أو الحدية أثناء الحوارات والنقاشات حاول أنك ما تفرض رأيك ما تتسلط أثناء الحديث ما تكون يعني مبهم بالحوار حاول تركز على الموضوع الأساسي ممكن اليوم تنشط بأمور إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة أو أمور إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات ولكن بدك تكون منتبه ومستعد إلها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت ممكن تهتم ببعض المسائل كإنجاز بعض الأعمال أو الالتزامات أو المشتريات أو تصليحات أو ترميمات منزلية أو عائلية ممكن يظهر تطور لمسألة أو لحوار أو لنقاش حاد شوي أو مسألة شوي تكون مربكة طبعا بسبب عطارد والزوايا اللي بشكلها بدك تكون مهيئة لها وتضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفة الروتينية بتتعامل مع الأحبة على حسب طبيعتك وعلى حسب العلاقة ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار ممكن تحمل لك اتصال أو تلاقي أو حوار أو نقاش ولكن بدون إثارة المشاكل وبدون ما أنه تتحسس من كل كلمة وكون لك ردات فعل سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فمنقولكم إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء طبعا فيها نوع من أنواع التوتر ممكن انزعاج أو نقاش أو حوار بموضوع قديم أو ممكن يعني نوع من أنواع هيك يعني الجدالات اللي ممكن تسبب نوع من أنواع التوتر أثناء التعامل مع الشريك وخصوصا مع الزوج اضبط عصابكم من فداعي لتصعيد الأمور لأن الفترة برضو مش لصالحكم بالنقاشات الحادة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تعزز على نقاط إلها علاقة بالأمور المالية المشتركة فممكن تحصل على بعض المكاسب أو بعض الديون أو بعض الأشياء اللي بتخصك خلال هذا اليوم أو تهتم بحل مسألة مالية ممكن إلها علاقة بتراكمات أو حل وضع مالي معين أو تهتم ببعض القضايا المالية أو المؤسسات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع اليوم رح يكون لك بعض الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضية أو مسألة أو مشكلة أو خلاف اللي علاقة بخارج البلاد أو سفر بعيد أو اتصال أو تواصل مع أشخاص لعمل أو لا طلب حاجة مثلاً أو مشتريات خارجية في منك ورح يهتم ببعض المسائل المالية أو مسائل علمية أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعاً على مستوى بيت السمعة المريخ موجود فمن قل لك ما تجازف ما تغامر ما تشوه سمعتك ما تدخل بأشياء مشبوهة شوي بدك تركز بطريقة قوية جداً على السمعة إنجز أعمالك ما في داعي للخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأجواء بتدعمك على مستوى الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم في منكو ممكن يعني يستغل بعض المعارف أو بعض العلاقات لإنجاز أمر ما أو مساعدته في مسألة ما ممكن هم اللي يبادروا أو ممكن أنت اللي تبادر في مساعدتهم ممكن يعني تتلقى خبر اليوم شوي هيك يكون مربك بالنسبة لإلك بتعلق في أحد المعارف أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما فيه أي تأثير للكواكب موجود فعشان هيك منقولك بما أنه القمر صار في البيت السادس يعني إلو تأثير على بيت المتاعب شوي فمنقولك دير بالك إنجز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم حاول أنك تشحن حالك بطاقة لإنجاز الأعمال يعني بدك تهتم بالعمل ما تهمله برضو بدك تعمل نوع من أنواع لاهتمام على الوضع الصحي أي شعور بالقلق أو التوتر أو الخوف أو الرهب أو الوسواس اعرف أنه ما لها أي آثار بالفترة هاي ولكن إن شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك الأمور الصحية ما عليها خوف أو قلق كبير يعني ممكن أعراض أو أمراض سريعة فما تخلي الوهم يسيطر عليك برج الأسد طبعا اليوم قوي جدا وحضوضه قوية جدا بالنسبة لإلك من ناحية حظ من ناحية عاطفة من ناحية مبادرة من ناحية أخبار ممكن تكون سارة بالنسبة لإلك في أشياء كثيرة اليوم بتدعم من وضعك أهم إشي أنك تتحرك وتنشط في حلول لبعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن اليوم تنحل أو تجد الحلول لإلها شرط إنك أنت تبادر بالأمور ما تنتظر الأمور إنها تيجي لعندك أما بالنسبة طبعا للبيت الثاني فالأجواء اليوم بتدعمك برضو على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة تنم تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنك تقلل من المصاريف اللي ماء الهداعي أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنشاط والتنقلات والاهتمام بالاتصالات والمواصلات في منك اليوم رح يعزز علاقته مع أخ أو جار وفي منك رح اليوم ينشط بأمور إلها علاقة بالمقابلات والامتحانات يعني على كل الأصعد الأجواء لصالحك والحظ دعمك ولكن انتبه من عطارد اللي ممكن أن يقلب المزاج عندك أو يخليك حاد في بعض النقاشات أو منزعج أو متقلب بالمزاج أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ما في أي تأثيرات سلبية بالعكس الأجواء لطيفة في نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يبادر أحد أفراد العائلة باللي دعمك في مسألة ما أو مساعدتك في موضوع ما ولكن انصار خلاف حاول أنك تكون مرن وخلي في تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة في منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بتصليحات ترميمات أو أعمال منزلية أو مصاريف منزلية ممكن شوي تكون مرهقة أو مش في وقتها أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم ممكن تنفرج أساريرك وتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحباء وأهم شيء أنك تصحح الأخطاء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالعمل فممكن شوي تنضغط بمسائل إلها علاقة بالعمل أو ممكن أنه يعني أشخاص يحاولوا كيدوا لك في مكان العمل يا أما أنه يتآمروا عليك يا أما يسيئوا لك عند أهل الاقتصاص اللي هم مثلا زملائك أو المسؤولين عنك فعشانك ما تعطي مجال لهذه الأمور إنجز أعمالك بالكامل واهتم برضو لبعض الأمور الصحية اللي ممكن يكون فيها بعض التقلبات وخصوصا موليد العشرية الثالثة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتعزز بعض نقاط القوة أثناء تعاملك مع الشريك اليوم تحمل نوع من أنواع التلاقي أو التقارب أو الحلول أو إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي تقرب ما بينك وما بين الشريك أو ما بينك وبين الزوج يعني فيه أشياء إيجابية بتدعمك ممكن أنت تبادر بمساعدته أو بالتلاقي معاه وممكن هو اللي يبادر معك الأجواء جيدة وقوية أهم إشي أنك تستغلها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية المشتركة زي ديون أو قروض أو أمور إلها علاقة بمحكمة أو قضية مالية أو مثل ضريبة نفقة غرامة أشياء زي هيك أهم إش أنك تهتم فيها بشكل جيد ما تهملها عشان ما تتراكم وتطلع النتيجة شوي مش لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالمريخ هنا مازال بيضغط على أمور إلها علاقة بالبيت التاسع وخصوصا موليد آخر العشرية الثانية وأول العشرية الثالثة هدول أكثر ناس بدون يكونوا منتبهين وحذرين ممكن هذه الفترة تحمل لك مشاكل على مستوى الدراسة الجامعية أو الدراسة أو قضايا قضائية أو أوراق قانونية أو أمور إلها علاقة بالتعامل مع الأجانب يعني ممكن استياء أو زعل أو عتب أو غضب أو أشياء إلها علاقة بالنقاشات والجدالات الحادة وخصوصا بالأمور الفلسفية والدينية أما بالنسبة للبيت العاشر فأورانوس طبعا بيحدث مفاجآت على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تعزز بعض النقاط أو يجيك مديح أو إطراء على عمل ما أو على إنجاز عمل ما وفي منك رح يبادر بعمل جديد أو طرح أفكار لعمل جديد أو تعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالقوة هنا في بيت الأصدقاء فممكن تنشط بلقاء الأصدقاء أو الحوار معهم أو التواصل معهم أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اتصال سعيد من بعض الأصدقاء داعم لا إلك يكون أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما في أي تأثير للكواكب في بيت المتاعب عشان هيك منقول لك إنجز العمال الضرورية والمهمة حتى لو عملت ساعات إضافية حاول إنك تبادر ببعض الأشياء اللي تطوروا من وضعك العملي اهتم ببعض التقلبات الصحية اللي ممكن تظهر يعني مش هالشيء اللي بيخوف ولكن بدك تهتم بصحتك وبرضو بغذاءك وراحتك يعني حاول ما ترهق حالك كثير وركز على الأشياء المهمة ممكن تقلق بشأن صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعا اليوم القمر موجود في البيت الرابع هو بيت العائلة بيت البيت الشوي ممكن تظهر بعض المسائل أو الاهتمامات اللي شوي تكون مربكة إما على الوضع المالي أو مصاريف الزيادة أو التزامات الزيادة أو أمور إلها علاقة بمشكلة شخصية أو عائلية يعني تلفت انتباهك أو تطلب منك الاهتمام أو تنشغل بأمور بتخص إشي العلاقة يا في البيت يا في العائلة الأجواء مربكة نفسيا أنت اليوم منزعج ممكن سهل جدا أنك تتقلب بالمزاج أو تتوتر أو تحتد أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء اليوم جيدة على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تحذر من المصاريف لزيادة أو الأمور المالية اللي بتيجي بشكل مربك حاول أنك ما تبالغ بمصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات والنقاشات وبرضو بتدعمك على مستوى التواصل والاتصالات على مستوى الامتحانات وحتى على الشيء العلاقة بالسيارات أو بالهواتف الأجواء إيجابية شيئا ما ولكن دير بالك من تقلب المزاج والعصبية وبرضو ما تقدرش توصل الرسالة بما وقتها أو بمكانها أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا القمر موجود هنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة لأجواء عدائية شيئا ما يعني شوي فيها نوع من أنواع التوتر أهمش أنك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا هنا في أشياء إلها علاقة بالوضع العاطفي ممكن تنزعج من تصرف الحبيب أو إهمال الحبيب أو مسألة شوي ممكن توترك إلها علاقة بأحد الأحبة أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أهم شيء ضبط الأعصاب مطلوب وحاول أنك ما تفرض رأيك ما تجازف ما تغامر حتى بحديت الطباع حاول أنك تسيطر على إنفعالاتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع الصحي يعني ممكن مراجعة طبية أو بعض الفحصات أو الإجراءات الطبية أو أدوية كاستمرارية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني في نوع من أنواع التواصل أو التعامل رح يكون على مستوى بيت الشراكة ممكن خلاف أو نقاش أو حوار أو سوء تفاهم أهم إشي أنك ما توجه انتقاد أو كلام لاذع ما تحاول أنك تستفز شريكك أو زوجك خلال هذا اليوم تحاول حاول أنك تتعامل بمرونة يعني بتكون الأجواء أفضل ولصالحك أما بالنسبة للبيت الثامن فالمريخ بضغط على الأمور المالية المشتركة فعشان هيك بيكثروا بالفترة هاي حواليك المستغلين أو النصابين أو المحتالين فعشان هيك يدير بالك أو تبالغ ببعض المشاريع بدون دراستها أو مراجعة أهل الاختصاص حاول برضو أنك ما تغامر بأموال الغير ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة اللي إلها علاقة ببنك ضريبة تامين أو أمور إلها علاقة بالقضايا المالية أهم شي المصاريف اللي ممكن تظهر بالفترة هاي إما بتكون عائلية أو استشفائية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة من أورانوس تدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو الامتحانات أهم مش أنك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أثناء تقديم الامتحانات أو المقابلات أو المناقشات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة ما في تأثير للكواكب حاول أنه بس تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وخلي في تقارب جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل يعني ممكن تسمع بعض الإطراء خلال هذا اليوم أو تعزز بعض النقاط القوية ما بينك وما بين رؤسائك بالعمل يعني في نوع من أنواع التحالف وممكن يبادر بعضهم لمساعدتك في مسألة ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني شوي بتحمل لك بعض الاهتمامات على مستوى الأصدقاء أو العلاقات أو المعارف فممكن تستغل بعض معارفك لمصلحتك أو تنجز بعض الملفات بمساعدة بعض الأشخاص أو بعض الأصدقاء يعني في أجواء إيجابية بتدعمك فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الزهرة موجودة وهي سعيدة بمكانها بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال والاهتمام بعمل ما أو أنه تنجز عمل صعب شوي وبرضه بتخليك تركز شوي على الشؤون الصحية أو على الأمور الصحية أو على أمور إلها علاقة يعني بالأدوية أو فحوصات أو إجراءات صحية وممكن تهتم بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا وجود القمر في البيت الثالث لأكواء قوي جدا فعشان هيك اليوم رح تنشط بكثير من الحركة رح يكون عندك نشاط حيوية قدرة على الاتصالات تواصل دمث محبوب من اللي حواليك مزاجك رايق شوي هيك في نوع من أنواع الفرح أو المرح أو هيك حاس بشيء غريب عندك يعني بتحاول أنك تعززه أو تستغله بشكل قوي الأجواء إيجابية ودعمة حاول أنك تنجز كثير من الأمور خلال الفترة هاي وخصوصا الأشياء المهمة واللي أنت أساسا حاب أنك تنجزها ممكن تعطلت بالفترة الماضية فاليوم تعطيك مجال أنك تبادر بخطوة أقوى أما بالنسبة للبيت الثاني فهي ما زالت على المستوى المالي يعني بتحمل بعض الضغوطات في منك رح يهتم ببعض المسائل المالية وفي منك رح يحصل بعض المكاسب المالية ولكن المشكلة أنه في مصاريف المشكلة أنه في نوع من أنواع الضغط على الوضع المالي أو متطلبات مالية شوي ممكن تكون مربكة أو مرهقة بالفترة هاي فما تبالغ بمصاريفك الغير مرغوب فيها أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم بتنشطه في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن تعززه العلاقة مع أخ أو جار بتدعمك الحضوض وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر تلفت النظر إلى أجواء لطيفة وممكن تحمل لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء يعني شوي هي إيجابية يعني شيئا ما ولكن موليد العشرية الثالث هم اللي عندهم نوع من أنواع الإرباك أو التوتر أو القرارات أو الخلافات أو النقاشات أو الإنزعاج من مسألة إلى علاقة بالبيت أو أفراد البيت أو العائلة أو المسائل العقارية وممكن تتخذوا قرارات شوي تكون مش لصالحكم حاول أنك تتروى وتراجع الأمور أكثر من مرة واستشير في هاي المسائل عشان ما تتخذ أمر يكون ضدك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء المستوى العاطفي روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعاملوا ما بينك وبين الأحبة على حسب طبيعتكم صحيح أن القمر بمكانه بدعم البيت الخامس يعني ممكن تنشط بلقاء الأحبة أو تعامل مع الأبناء أو الوالدين بالفتراء أما بالنسبة للبيت السادس فأنا من قلك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخلي الأعمال تتراكم عندك برضو بتحملك نوع من أنواع الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالصحة أو رقاب الصحية أو أدوية أو قلق بشأن صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع في الأجواء بتدعمك شيئا ما على مستوى بيت الشراكة وبتعزز علاقتك مع الشريك خلال اليوم وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك أو الزوج يعني ممكن تحلوا مسألة ما أو حل مشكلة ما أو يعني يكون فيه نوع من أنواع المصالحة أو تلطيف الأجواء أما بالنسبة لموليد هذول بدهم ينتبه من خلافات حادمة بينهم وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها بالأموال المشتركة فممكن تظهر بعض المصاريف أو الاهتمامات أو الالتزامات أو الدفعات يعني بمعنى آخر بدك ترتب الوضع بشكل جيد وتخلي الأمور تكون لصالحك أكثر ما في داعي للمغامرة أو للمخاطرة بالوضع المالي عشان هيك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف اللي إلها علاقة إما بمصاريف صحية استشفائية أو أمور إلها علاقة بالمصاريف البيتية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة ما فيها التأثير لها الكواكب ولكن لو كان عندكم على حسب طبيعتكم عندكم اتصالات بعيدة أو امتحانات جامعية أو حتى مناقشات أو مقابلات وجود القمر بيدعم البيت التاسع لا إلك فعشان هيك بعززها بقوة وبمنحك الحظ في بعض المسائل ولكن بقول لك ما تبالغ كثير بالحضوض يعني حاول أنك تنجز العمال الضرورية والمهمة بنوع من أنواع الاحتياط كدراسة أو تجهيز يعني عشان ما تكون الأمور مفاجئة أو تكون الأمور لصالحك أكثر أما بالنسبة للبيت الرعاشر فالأجواء هنا بتدعمك على مستوى الاتصالات والتواصل مع زملائك أو رؤسائك بالعمل فممكن اليوم تسمع كلام إطراء أو ثناء أو يعني تشجيع على بعض الأعمال أهم إنك ما تبادر بأي شيء بشوه السمعة أو تخالف القوانين أما بالنسبة لبيت الرعاشر فالأجواء داعم على مستوى الأصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو الحوارات أو تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة ببعض الأشخاص يعني اللي بيعزوا عليك ممكن تتلقى اتصال مفاجئ أو دعم من بعض الأصدقاء لا إلك أو مساعدتك في مسألة ما لأجواء إيجابية وقوية حاول تستغل علاقاتك الإجتماعية اليوم في أي شي أنت بتحتاجه أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب اليوم صار خالي من تأثيرات الشمس لأن الشمس لا تنتقل عندك فالأجواء بشكل متصاعد وتصير إيجابية أهم شي أنك تنتبه خصوصا موليد العشرية نحكي نص من نص الأولى لغاية الثالثة هذو لا بدهم ينتبهوا على عملهم ينجزوا أعمالهم ما يخلوا أعمالهم تتراكم وبرضو يهتموا بوضعهم الصحي من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ ممكن صحتهم أو صحت أحد الأحبة برج العقرب راح تكون الاهتمامات أكثر اليوم على الوضع المالي إما مشتريات إما مصريف إما تحصيل بعض المكاسب المالية أو ترتيب وضع مالي أو اهتمام بأموال الغير يعني الوضع المالي هو اللي بتحرك بشكل كبير والمسائل العائلية أو مسائل العمل أو العلاقات الاجتماعية هي أكثر إشي ممكن يلفت انتباهك خلال هذا اليوم أهم شي إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية لأجواء من القمر بمكانه تعطيك شوية قوة وثقة بالنفس وبتحسن مزاجك وباطمئن بالك من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم في فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك أهم شي إنك تكون عاقل في صرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات المشتري بدعمك بشكل قوي وبعزز من القدرة على التواصل والاتصالات والحوارات والنقاشات أو يعني حتى توصيل الفكرة أو التسويق أهم شي موليد العشرية الثالثة هم أكثر ناس بدهم يضبطوا عصابهم من التقلب أو الحدية أو التوتر في بعض الحالات وممكن يكون يعني في نوع من أنواع الإنزعاج أو العصبية في بعض الأوقات يعني بدكوا تضبطوا عصابكم أما بالنسبة لبيتك الرابع فالأجواء بتدعمك وبتدعم بعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت ممكن اليوم يصير فيه تقارب جيد ما بينك وبين أفراد العائلة أو يطمئن بالك لمسألة ما أو أمور إلها علاقة بالحوارات والنقاشات العائلية وممكن تظهر بعض المسائل البيتية اللي تطلب منك الاهتمام في منك وره يتم بأمور إلها علاقة بالتصليحات والترميمات أو شيء إلها علاقة بالوضع العالي اللي بتطلب منك التقارب أو الاهتمام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي شوي يعني فيها نوع من أنواع الإرباك يعني الوضع مش قوي كثير يعني ممكن هيك يحمل نوع من أنواع التوترات أو الإنزعاج أو الاستياء من أحد الأحبة أو ممكن من أحد الأبناء أو من كلمة من أحد الوالدين أو قلق على أحد الوالدين أهم شيء أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتكون أنت عنصر تقارب حاول أنك أنت اللي تكون الواعي في هاي المسألة وتحاول تقارب وجهة النظر وتبعد الخلافات أما بالنسبة للبيت السادس فهي يعني ضغطة ما زالت على أمور إلها علاقة بالعمل وخصوصا عموليد آخر العشرية الثانية أول الثالثة هذولا هم اللي بدهم ينتبهوا لعملهم بشكل كبير ينتبهوا من الأشخاص اللي بيعملوا معهم أو أشخاص بتآمروا عليهم في مكان العمل أو ممكن خلل أو مشكلة أو ضغط على ملف أو معاملة أو عمل معين ما يقدروا ينجزوا بالكامل فيصير في بعض الأخطاء بدكوا تكونوا حاذرين وبرضو بدك تنتبه على الوضع الصحي من بعض التقلبات الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء ممكن تحمل نوع من أنواع المفاجآت أثناء تعاملك مع الشركاء أو مع الأزواج فعشان هيك المفاجآت هاي يا بتكون إيجابية يا بتكون سلبية على حسب علاقتكم وحلقة حسب التعاون ما بينكم يعني ما فيه إشي بخوف كثير ولكن إجمالا إنه بتحمل نوع من أنواع الإيجابيات أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتضغط على مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم إما بتوظيف أموال أو باستثمار أو باستغلال أموال الغير لمشروع معين أو لفكرة معينة أو لتحسين وضع معين في منك ورح يهتم بسداد بعض الأمور أو بعض الديون أو بعض الالتزامات أو يهتم بمشروع جديد ولكن أهم شيء إنه يستشير أهل الاقتصاص أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات بالبعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تنشط أما بأمور العلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أهم شيء إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو نقاش أو مناقشة يعني حاول أنك تكون دارس ومستعد بشكل إيجابي وما تعتمد على الحضوض إذا كان عندك أوراق قانونية أو معاملات حاول أنك تنجزها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة وتعزيز العلاقة ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل وبرضو ممكن تسمع كلام إطراء أو ثناء أو أمور إلها علاقة بالتكريم يعني الأجواء برضو دعم لإلقى مستوى بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء شيئا ما اليوم بتخف وطيرة النشاطات الاجتماعية عندك مش بالشكل القوي الفترة الماضية يعني شوي بتضعف هاي أو الاهتمامات بتصيرش مثل أول فيه منك ورح ينشط ويتوجه له دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو لقاء مع الأصدقاء ولكن مش بكثافة الفترة الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالآن بدك تكون حذر لأنه خلص الشمس دخلت على بيت المتاعب فعشان هيك بدك تنتبه لعملك لأشغالك لصحتك يعني هاي أهم الثلاث نقاط اللي بدك تنتبه لها قبل ما تبادر على أي أمر أحاول أنك تكون عارف وحاسم الأمر أنه فيه الأمور ما رح تمشي بسهولة في بعض الأعطال أو بعض الإرباكات في بعض الأشياء ما تمشي بالشكل اللي أنت بدك إياه فبدك تكون جاهز لهاي الأمور وتكرر المحاولات أكثر من مرة برج القوس طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شنك تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود لها فترة عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا هنا بتركز على الأمور المالية فعشان هيك شوي الوضع المالي ما زال مربك أو فيه نوع من أنواع الاضطراب أو المصاريف أو الالتزامات الكثيرة عليك بالفترة هاي أو تظهر بعض المصاريف اللي شوي تسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق من وضع مالي معين يعني شوي فيه ضغوطات مالية أهم شنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والنقاشات اليوم أنت عندك سرعة بديهة على الإقناع والحوار حتى الأجواء جيدة للامتحانات أو المقابلات أهم شيء أنك تدرسه وتستعد بشكل جيد اليوم ممكن يحملك نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا من نفتون بتسبب نوع من أنواع الإرباك أو المسائل العائلية اللي شوي مربكة أو قلق من وضع عائلي معين بتطلب منك الاهتمام أو عدم يعني شوي هيك أنك تهمل الوضع العائلي ممكن تظهر بعض المصاريف أو بعض الخلافات أو النقاشات الحادة أو الأعباء أو المسئوليات اللي شوي تكون مربكة على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا من المريخ ضاغطة وخصوصا على موليد آخر العشرية الثانية أول الثالثة هدولة بدهم ينتبهوا من الأمور العاطفية يعني شوي بتكون مربكة وتفاهم حدية انزعاج عصبية في بعض الأوقات باقي موليد برج القوس يعني شوي ما تبالغوا بعواطفكم ما تبالغوا بفرض السيطرة على الأحبة وخصوصا الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل فممكن يظهر عمل ما أو تدنشط بحل عمل ما خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالصحة أو مراجعة الطبيب أو قلق من وضع صحي معين أهم شيء أنك تراعي وضعك الصحي وتراجع الطبيب إن شعرت بشيء غير اعتيادي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة روتينية وطريقة تعاملكم مع الشركاء روتينية أو ما بينك وبين الأزواج ممكن تحسن الوضع ما بينك أو تتراجع عن قرار سابق أو يعني تحمل لك نوع من أنواع المصالحة أو المرافقة في مسألة ما أهم شيء اللي عنده أوراق أو معاملات قانونية يهتم فيها وما يهملها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء هنا بتركز على الأموال المشتركة ما زال فيها برضو بعض الضغط أو التوتر أو التقلب أهم شيء اللي عنده أي أمور لها علاقة بالقضاء المالي يعني قضية مالية يهتم فيها وبحيثياتها الأجواء شوية بتدعمك بالفترة هاي ولكن يبتداء من بكرة الأجواء بتصير أقوى ولصالحك بشكل كبير أهم شيء أنك تدير بالك من بعض المحتالين أو المستغلين أو من بعض تطورات المسائل أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع في الزهرة بتدعمك على مستوى أمور لها علاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالدراسة الجامعية فممكن يكون عندك مقابلة مناقشة امتحان الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة أهم شيء أنه حاول برضو تستغل هذا النهار لإنجاز بعض الأوراق القانونية أو المعاملات عشان الأمور تكون لصالحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا يعني ما في تأثيرات للكواكب عليها أهم شيء أنك أنت ما تخالف القوانين ما تجازف ما تغامر ما تهمل أعمالك وخصوصا عملك يعني ما تتأخر ما تحاول تتغيب عن العمل وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء يعني متقلب شوي تنشط بالأمور الاجتماعية والعلاقات مع الأصدقاء أو لقاء بعض الأصدقاء أو تحاور معهم ولكن عصبيتك ممكن تخليك تنزعج أو تحتد أو تعصب من بعض المواقف أو الكلمات اللي بتتطلب منك يعني شوي تضبط أعصابك ما في داعي للإنفعال ما في داعي للتهور ما في داعي للقرارات المتسرعة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء على مستوى بيت المتاعب ما في أي تأثيرات برضو للكواكب عشان هيك منقولك إنجز أعمالك الضرورية والمهمة حاول أنك تهتم بصحتك حاول ما ترهق حالك راقب غذائك بشكل جيد وبرضو ممكن أنك تهتم بصحة أحد الأحبة أو تقلق على صحة أحد الأحبة أو تنشغل بمساعدة أحد ما يعني طلب منك المساعدة أو زيارة مريض برج الجدي طبعا وجود القمر اليوم مش المكان المناسب يعني هو في بيت المتاعب الآن واستقر في بيت المتاعب فعشان هيك يبسبب لك نوع من أنواع الإيرباك فاليوم وبكرة بدك تدير بالك لأنه الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التأخير أو المماطلة أو أشياء بتتعركس أو بتلتغ في آخر لحظة في أشياء ما رح تمشي معك بسهولة رح تواجه بعض الصعوبة أو بعض الإرهاق أو التوتر فعشان هيك حاول قدر الإمكان إنك تمشي الأمور بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء ممكن تحملك بعض الفرص المالية تيجي على شكل مكاسب ابتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ممكن تحسن الوضع المالي عندك خلال هذا اليوم أو تهتم بترتيب وضع مالي أهم إش أنك تبعد عن المصاريف للزيادة أو المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء شوي بتخليك عصبي وحد الطباع متقلب في المزاج في بعض الأوقات فعشان هيك ما تستاء وإن خالفك حد برأيه وبرضو كون واضح بطرح أفكارك أو كلامك يعني ما تخليه مبهم واضح وكون مباشر بالحديث أو بالحوار عشان ما تنفهم خطأ في منكو اليوم اللي عنده امتحانة أو عنده مقابل يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض وفي منكو رح يكون له يعني شيء معين ما بينه بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا يعني بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالبيت لأنه اليوم أنت رح تركز على البيت بشكل كبير فممكن يكون لك بعض الاهتمامات العائلية أو مشكلة عائلية أو خلاف إلو علاقة بالبيت إلو علاقة بأفراد العائلة ممكن أعمال مرهقة ممكن تصليحات ترميمات بعض الأعطال ممكن إشي إلو علاقة بالعقارات فبدك تهتم في هاي المسائل كلها وما تهملها وخلي فيه نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فاليوم أنا ما بنصح لأي تهور على المستوى العاطفي ممكن تظهر خلافات بشكل مفاجئ أو سوء تفاهم أو يعني كلمة تكون مش بمكانها فعشان هيك دير بالك أثناء التعامل مع الحبيب لأنه اليوم الأجهاء شوي فيها نوع من أنواع الحدية وخصوصا أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أو مع أحد الوالدين يعني حاول تركز بشكل جيد وما تندفع ما تتهور ما تتخذ قرارات ممكن تكون مش لصالحك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل ممكن تنجز بعض الأعمال خلال هذا اليوم ولكن ما رح تقدر تنجزها بالكامل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تحاول تنجز أكثر من عمل مع بعض فعشان هيك يتراكم العمل عندك انجز الأعمال الضرورية والمهمة والأهم أنك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات أو التراجع الصحي اللي ممكن يصير لأن الفترة هاي موجود القمر في بيت المتاعب بضغطك صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء بتعزز نقاط يعني إلها علاقة بالشراكة ممكن حوار أو نقاش أو تعامل ما بينك وبين الشريك أهم شيء أنك تخلي الأجواء يعني تكون سلمية يعني بدون مواضيع قديمة بدون ما تخلي التقلب المزاج أو العصبية هذا يخليك تفتح مواضيع وحوارات ونقاشات تستفز فيها الشريك بالفترة هاي لأنه طبعا هو أقوى منك راح يكون بالفترة هاي فبدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثامن فبعزز نقاط قوة إلها علاقة بالوضع المالي المشترك فممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي أمور إلها علاقة بقروض ديون بنوك أقصاط جمعيات أو قانونية مالية يعني زي نفقة أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فمن كل يوم راح يتعزز عنده اتصالات خارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد بقصد العمل أو إنهاء عمل أو موضوع إلها علاقة بحل خلاف معين ما بينه وبين أشخاص ممكن يكونوا مقيمين خارج البلاد أو أجانب أو مع مؤسسات دولية في منكوا راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة الجامعية أو الامتحانات أو المقابلات وهدولة من قلهم ديروا بالكوا ما تعتمدوا على الحضور بدكوا تدرسوا تستعدوا بشكل جيد الوضع مش بحاجة أو مش جاهز للمجازفات بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا انتقال الشمس اليوم على البيت العاشر مع وجود عطارد بيعمل تقلب لأنه واحد إيجابي واحد سلبي فهذا بيعمل تقلبات على مستوى علاقاتك على مستوى معارفك على مستوى سمعتك فدير بالك من المجازفات والمغامرات ودير بالك من مخالفة القوانين أو أي حدية بالتعامل مع زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية مع الأصدقاء فممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو تحاور معهم أو اتصال معهم في منكم ممكن يتوجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو يسعد بلقاء بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب بدكوا تنتبهوا لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي ما تحسم أمر الفترة هاي سلبي ومخيب الأمل وممكن تندم يعني على أي خطوة ممكن تقوم فيها يعني بمعنى آخر بدك اليوم تركز وتخلي أمورك تمشي بشكل روتيني بكون أفضل برج الدلو اليوم النشاطات عندك نشاطات اجتماعية اليوم لقاءات رح تكون على أكثر من معنى أكثر من مغزة أكثر من اتجاه في عندك حوارات عندك نقاشات إلها علاقة بالعمل إلها علاقة بالعلاقات بالمعارف بالأصدقاء بواسطات بتحصيل دعم أمور قانونية أمور إلها علاقة بالقضايا بمراكز الأمن يعني بأكثر من اتجاه فيه خربطة كثيرة بالفترة هاي فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد اليوم وبكرة لأنها هاي تعتبر فترة امتحان بتمتحن جهوزيتك في بعض المسال أما بالنسبة للبيت الثاني فمنحكي هنا نبتون بيعزز بعض نقاط القوة اللي إلها علاقة في الأمور المالية فممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدك تحذر من المصاريف لزيادة أو بدك ترتب وضعك المالي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا المريخ بعطيك الجراءة للتناقلات والاتصالات والحوارات وبرضو بعطيك حدية مزاج بالعصبية أو فرض الرأي حاول أنك ما تعصب ما تحتد ما تتسرع بأحكامك أو قراراتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة اتروى أثناء الإيجابة ما تتسرعش بالجواب بدون ما تفكر فيه وإذا درست واستعدت بيكون أفضل ممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع في الأجواء على مستوى البيت من أورانوس ممكن تحدث بعض الأشياء أو التطورات أو المسائل البيتية أو العائلية خلال فترة هاي اللي شوي ممكن يكون بعضها مربك أو يمتحن جهوزيتك أو أشياء لها علاقة بتصليحات وترميمات ومصاريف وأشياء لها علاقة بالأعباء أو توتر وضع ما له علاقة بالوضع العائلي أو قلق على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكوا بين الأحبة خلال فترة هاي فما في أي شيء ممكن نقول إنه إيجابي أو سلبي أو بدعمك أو ما بدعمك يعني على حسب طبيعتكم تتعاملوا مع أحباكم ضبط العصاب مطلوب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتهتم بمسائل إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منكوا رح يهتم ببعض الشؤون الصحية أو الرقابات الصحية أو مراجعة طبية أو ممكن صرف بعض الأدوية كعلاجات مستمرة بتأخذها أنت كل شهر لكن في بعض الاهتمامات أو الفحصات لبعضكم أما بالنسبة للبيت السابع فهنا بتعزز من العلاقة ما بينك وبين الشريك وبتعمل تقارب جيد ما بينكم في منكوا تتراجع عن قرار سابق أو تحاول تحل مشكلة ما أو تبادر بمصالحها ما أهم شيء ضبط الأعصاب أهم شيء أنك ما تحتد وما تعصب وما تحدث بعض الخلافات اللي ما الهداعي بالفترة هاي لأن الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغوط أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة تقريباً منقدر نحكي أنه يعني روتينية برضو الاهتمام رح يكون على المسائل الديون أو القروض أو القانونية المالية يعني بتهتم فيها على حسب طبيعتك تقريباً انت صرت متمرس فيها الآن من كثرة الضغوط الفترة الماضية فعشان هيك يصار عندك قدرة على أنك كيف تتلاعب فيها أو كيف تغيرها للمسار اللي بناسبك أنت أهم شيء زي ما حكينا ما تتجازف وما تغامر في مشاريع بدون دراستها واستشارة أهل الاقتصاص واحذر من بعض المحتالين والنصابين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصال البعيد أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالدراسة أو الجامعة أو أمور إلها علاقة ببعض المسائل اللي بتتطلب منك نوع من أنواع التحليل أهم شيء عند النقاشات والحوارات وخصوصا في المسائل الدينية أو الفلسفية تضبط أعصابك وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات على مستوى امتحان أو مقابلة أو مناقشة بفضل الدراسة والاستعداد عدم المجازة في صحيح أن الشمس دخلت على البيت التاسع ولكن عطارد بيخليك تتسرع في بعض الأمور أما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا رح تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسمعة فحاول قدر الإمكان أنك تدافع عن سمعتك وتعزز سمعتك بشكل جيد اهتم بإنجاز أعمالك حاول ما تخالف القوانين ما تجازف وما تغامر وما تحتد وما تعصب وما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك أهم شيء أنك تخفف من الضغط لأنه ممكن شوي يعني هيك يعني يكون فيه أشياء لصالحك ويطمئن بالك لإلها أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا ما فيه غير الجدي اللي بيضغط عليك فعشان هيك يبدك تنتبه من بعض التراكمات على مستوى العمل ممكن تظهر بعض الأعطال أو الأعباء أو الضغوط على مستوى العمل اللي شوي ما زالت من أرقيتك بالفترة هاي وفي منكم رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع الصحي أو تقلب صحي المشتري بيدعمكم أو بيحميكم من الأشخاص اللي بتآمروا عليكم بالخفاء ممكن يكشفهم أو ممكن يعطيك القدرة لمواجهتهم الفترة هاي برضو ممكن تحمل نوعا أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الحوت يعني الأجواء شيئا ما اليوم مش بالقوة الهائلة يعني فيه نوع من أنواع الحضوض أو فيه من دعم معين اليوم رح يتركز على مسائل إلها علاقة بالعلاقة الاجتماعية وعلاقتك بالمعارف أو بالمراكز أو بالناس المشهورة أو إشي لتدعيم وضعك أو لسمعتك أو إشي لعلاقة بالعمل أو عمل جديد أو تقديم طلبات فالاهتمام رح يظل متركز على هاي الأمور بشكل كبير يعني التدعيم العلاقات الاجتماعية مطلوب وبرضو تعزيز مكان عملك مطلوب خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب أو الأرباح أو الاهتمامات المالية بشكل كبير ولكن زي ما حكينا أنه الفترة هاي بتضغط على المصاريف وبتجيب لك مصاريف بشكل غير متوقع حاول أنك يعني ما تبالغ بمصاريفك حاول أنك تضبط ميزانيتك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء هنا بتعزز نقاط إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والاهتمام بالتواصل مع المجتمع وقدرة الإقناع والحوارات عندك عالي جدا يعني الأجواء تقريبا بتساعدك على أنك تعزز من التواصل أو إقناع الغير بوجهة نظرك أهم شيء ما تخلي تقلبات المزاج أنها تسيطر عليك إذا كان عندك مقابلة أو امتحان دك تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الاستقرار أو قدرة على التواصل أو حل مسائل عائلية بقدرة عندك قدرة على حلها فعشان هيك ممكن تظهر بعض الأعطال أو النقاشات أو حتى مشتريات منزلية تكون مربكة ولكن برضو عندك قدرة أنك أنت تديرها أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء روتينية يعني بطريقة التعامل ما بينك وبين الأحبة أهم شيء ما توجه انتقاد أو يكون فيه خلاف أو حوار أو مشادات ما بينك وبين أحد الأحبة وخصوصا ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتركز على أمور إلها بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفيه منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالصحة كمراجعة طبية أو فحصات أو فحصات دورية أو أدوية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو بتركز على أمور الشراكة فمنقول دير بالك من فرض الرأي دير بالك من النقاشات والحوارات الحادة أو توجيه اللوم أو العتاب للشريك وخصوصا للزوج اليوم مش مناسب لهاي الأمور وبرضو هاي بتخلي يعني فيه نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أو العصبية في بعض الأوقات أو المزاجية اللي بتحكمكم فبتسبب نوع من أنواع الخلافات فبتكون تنتبهوا لهاي النقاط أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا الشمس انتقلت للبيت الثامن الآن تحركت من مقابلك شوي دخلت على بيت الأموال المشتركة بتعزز من نقاط إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تسترد أموال إلك أو أشياء كنت مداينها لأشخاص تحصلها بالفترة هاي ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع الدعم أو بعض الحلول لبعض المسائل المالية ولكن بدك تحذر من المحتالين والتسرع بالتصرف بالأمور المالية بدون دراسة يعني بطريقة متهورة أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تنشط بالاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالامتحانات أو الدراسة الجامعية أهم إشي اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود أما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح بالدفع بمصالحه وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش أنك تهدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما بالنسبة للبيتك 11 فهو بعزز من علاقاتك ومن معارفك ومن تواصلك مع أصدقائك شوي الأجواء مش مساعدة بالقوة الكاملة وبرضو الكواكب اللي موجودة بالجدي بتسبب سوء تفاهم أو حساسية أو انتقاد لبعض الأصدقاء لأنهم مثلا ما مشوا مثل ما بدك أو خالفوك أو يعني عملوا أعمال شوي خلتك تمتعظ أو تستاء منهم فحاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما تبين هاي الأمور وبرضو ممكن تنشط ببعض المسائل الاجتماعية أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا ما في أي تأثيرات للكواكب فعشان هيك بتقدر تنجز أعمالك خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بصحة أحد الأحبة أو أشياء إلها علاقة بالأدوية ومراجعة الطبيب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر